شارك مئات من مربي الخيل في بطولة جمال الخيل العربي التي يقيمت في العاصمة السعودية الرياض وانطلقت بطولة جمال الخيل العربي على مدار ثلاثة أيام بمشاركة نحو ثلاثمائة فرس وإيضا حصان وتعد من أفضل سلالات الخيل في العالم وفي ختام الجولة التنفسية للبطولة التي اجتذبت اهتماما متناميا من جانب مربي الخيول ومحبيها أحرزت مهر سوداء تكنى بدلال أيام احتلت المركز الأول نظرا لروحة جمالها واعتبارها من أجود أنواع الخيل العربية الأصيلة